اهلا بحضراتكم من جديد النهاردة اليوم العالمي لمكافحة الادمان الادمان بالمخدرات وغير المخدرات لان الحياة الادمان مش بس مخدرات في صور كتير للادمان اشكال مختلفة ممكن نلاقي ناس مدمنة للشاي للقهوة للشوكولاتة للسوشيل ميديا للألعاب ممكن التسوق حاجات كتير يعني ممكن الانسان يكون مدمن لها هنعرف اكتر تفاصيل من الدكتور احمد هارون مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي صباح الخير عليك يا دعوة صباح النور اهلا وسهلا اهلا بحضر بالتأكيد كلنا ممكن نكون عارفين ايه هي اضرار ادمان المخدرات لو نتكلم على اضرار طبعا جسدية ونفسية وصحية لكن ايه اللي ممكن تكون الاضرار اللي تصيب الانسان من ادمان حاجات زي السوشيل ميديا زي الالعاب الكتير من الاطفال والكبار بيكونوا مدمنيها ممكن اضرار زي مثلا الاضرار اللي ادمان التسوق عند السيدات مثلا عند كتير من السيدات ايه الاضرار اللي ممكن تصيب الانسان من كده سؤال ممتاز بس تسمحيلي نبدأ من بره لجوه بحيث ان انا احاول اجاوب النهاردة الناس اللي بتتبع حضراتكم على ثلاث اسئل ازاي ليه وايه كمان ازاي بيحصل الاضرار وليه بيحصل الاضرار و ايه اللي ممكن يحصل من الاضرار اللي هو ايه كمان غيره يعني عايز اقول لحضرتك ان من بين مئة شخص في ستاشر واحد بيجربوا مواد مخدرة الستاشر دول فيه اربعة منهم بيمارسوا التعاطي في المناسبات واحد منهم بيستمر يتعاطى كل يوم نقول كمان كل مئة شخص في ستاشر منهم بيجربوا المواد المخدرة باختلاف انواحها وتصنفاتها اربعة منهم بيتعاطوا هذه المواد في المناسبات والاعياد والحاجات اللي حتك عرفها واحد منهم بيستمر على ده بشكل دائم طيب هو ده بيحصل عادي كده عند كل الناس خلينا افاجأ حضرتكم ان سن التعاطي نزل خلال السنوات اللي فاتت لكم تتخيلوا يعني اقل سن ممكن تتوقع ان حد بيتعاطى مخدر كم سنة 17 مثلا كويس جدا 9 سنين 9 سنين نزول سن التعاطي من 9 ل10 سنين وده امر مفزع جدا 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 الاكثر افزاعا ان ما بين طلبة المدارس السنوي من 6 ل 8% يتعاطوا لا سنوي ايه نتكلم في 9 سنين يعني هوا مطلاش من الابتدائية ده حقيق ده سن مراجل ده حقيق طلبة سنوي الاحصائية بتقول ان من 6 ل 8 طلبة التعليم السنوي ممكن يتعاطوا والتعليم الفني بتزود عليها 1% يعني ممكن من 7 ل 8% الغريب في الامر ان الجامعية الامريكية لعلم النفس اللي انا اشرف بعضويتها كانت طلعت ارتكال لطيفة جدا وقالت ان كتير من الناس اللي بيدمنوا مواد مخدرة معينة ممكن ما يتمش تعاون المعامل لانهما مدمنين يعني بيكون عندهم الطرابات نفسية هي اللي خلتهم بيطاعاتوا عشان يقللوا من حدة هذه الاعراض فما نقدرش نتعامل مع الادمان بتاعهم على انه مرض اننا بنتعامل معه على انه عرض للطراب اللي هو بيعاني منه ودول تقسمهم لتلات حاجات ناس مر بصدمات اللي هم جالهم ترومة وحبوا ان المخدر يخرجهم منها وناس عاشوا في علاقات مش قادرين يتكيفوا معاها الا لما ياخدوا المخدر اللي ساعدهم على ده وناس عندهم مشكلة في الايدنتي يعني ترومة وديسوردر وديستورشن ودول تلات حاجات مهمين جدا لو ما قلناش غيره من النهاردة كفاية جدا للناس بس عايز اقول لحداك على مفاجأة كمان ان الجامعية الدولية للعلاج الزواجي والارشاد الاسري اللي اشرف برضو بعضويتها طلعت ارتكال لطيفة قوي وقالت ان ستين لسبعين في المية من الشباب اللي بيطعاتوا مواد مخدرة بينتموا لأسر هي اجتماعيا مستقرة جدا يعني مفيش تفكر بأسري ومفيش مشاكل في الأسرة والولد او البنت عايشين جوه الأسرة والاهل ما يعرفوش وما بيعرفوش الا في مراحل متأخرة جدا من الإدمان مين المسؤول هنا يا دكتر يعني مين المسؤول جوه الأسرة يعني إحنا إحنا المسؤولين إحنا كمين يعني الأسرة هنا إحنا كإعلام مين اللي يتلم الأسرة هنا بأعلمات زمان كنا ممكن نقول الناس على دين حكامهم بالواقتي لازم نقول الناس على دين إعلامهم لما نفتح الشاشات ونلاقي ان الإعلام جايب حد بيقول لحظي بعض العلامات اللي تقولك إن ابنك مدمن هو على فكرة العلامات دي لو ظهرت معنا إنه هو أدمن خلاص يبقى أنا كده ما سفدش حاجة هنقول للناس ممكن تلاحظ إيه قبل ما يفكر يلاحظ العلامات خلينا أقول لحضرتك برضو عن دراسة مهمة جدا عملتها الجمعية الأمريكية العلم النفس إن عدد اللاجئات للعلاج من الإدمان من الإناث زاد جدا يعني من وسط مية في عندك من 6 ل 16 في المية بنات بياخدوا مواد مخدرة وبيلجأوا للعلاج منها وأحيانا لا يفلح العلاج لو كان مصاحب بالطرابات في الشخصية بشكل كبير هل هناك علاقة لحاجة للدعم النفسي اللي إحنا لسه كنا بنتكلم عنها إنه يمكن ناس كتير في المجتمع محتاجة للدعم نفسي مش بتلاقيه ومش بتروح لمتخصص ويمكن هنا دولة اللي بيلجأوا للإدمان شوفي خلينا ألفة نظر حضراتكم الحاجة جميلة قوي مفيش حد فينا مش محتاج للدعم النفسي مفيش حد فينا مش محتاج يقعد مع حد ويحس إنه فهمه مفيش حد فينا محتاج إنه هو يتكلم مع حد ويقع معه في مشكلة لأن الاتنين مش فاهمين بعض بس المشكلة بتبقى أبعد من كده إن أنا مش بس محتاج حد يفهمني أنا محتاج أفهم نفسي يعني محتاج أفهم أنا محتاج إيه وده يناسبني ولا لا والدراسة دي تناسبني ولا لا والشغلة ده يناسبني ولا لا محتاج أتخلص من حالة من الإدمان أنا ممكن أكون بعيشها من غير تعاطي مادة مخدرة واحدة وهي إدمان التفكير مثلا إن أفكر في ملايين الأفكار طول الوقت من غير مخرج منها بحاجة مفيدة ده ده هيرجعنا للبداية خالص للتربية للتربية منه هو لسه بيقولي هادي عنه 30 سنين ولا 4 سنين شوف من فترة طويلة كنت عملت مبادرة كده لطيفة اسمها رخصة زواج الهدف منها إنه يتم منح رخصة رسمية لكل واحد رايح يتجاوز بهدف إنه يعرف هو رايح يعمل إيه إنت حدش هيجبرك خالص إنك ممكن تتجاوز ولا حد هيجبرك إنك ممكن تخلف بس إنت مجبر طالما تجاوزت وخلفت إنك ما تطلعش حد فاسد في المجتمع إنت مجبر ما تطلعش عضو يأذي الناس إنت مجبر ما تطلعش حاجة تضر غيرك ده مش هتقدر تعمله إلا لو إنت عارف طيب في ناس كتيرة جدا هي مش عارفة مقدمة عليها أصلا وفاكرة إن أنا خلاص طالما استطعت الباقة اللي هو المال وده غلط الباقة قدرة والقدرة نفسية وممكن تكون معلومات وممكن تكون إمكانيات الهدف منها إن أنا أبقى عارف إنت ابني أو بنتي ممكن يقعوا في برافن الإدمان ومش بس إدمان المخدرات الدراسة التي عملت في الجامعية الدولية للعلاج الزواجي والإرشاد الأسري قالت إن إدمان الإنترنت الأهالي ما بتعرفش حاجة عنه وإن سهل جدا على أي أم بتعاني من ضغط أو توتر إنها تسيب الموبايل أو الطفل قدام الشاشة من 6 إلى 12 ساعة وإذا كانت هي نفسها بتعمل كده أصلا يعني هي الأم أو الأب نفسهم قاعدين مسكين الموبايل 24 ساعة فبالتالي إحنا مش نقدر نلوم على الطفل في حالة زي دي بص عندك حق جدا في ملاحظتك بس دائما لما بنشوف حد بيعمل حاجة خلينا نسأل نفسنا سؤال أكثر منطقية هو بيعمل كده ليه وده السؤال التاني إحنا قلنا إزاي بيحصل الإدمان باختصار شديد أتمنى أنه ما يكونش مخل السؤال التاني هو ده بيحصل ليه بيحصل لسبب من ثلاثة أو للأسباب الثلاثة مع بعض إلا أنا أذكرته إما ترومة أنا مريت بصدمة ومعرفتش أخرج منها فمحتاج حد يمعليشني محتاج حد يقولي أنا جنبك محتاج حد يقولي أنا معاك بس لما حصلت الصدمة ملقيتش حد معايا واتمنيت أن اللي حوالي يكونوا فاهميني ما فاهمونيش ولموني أنت اللي دخلت نفسك في التجربة دي وأزوني أنت اللي عملت كده في نفسك فاستحمل وابتديت أسمع كلام كتير عن تقنيب الضمير وأن أنا اللي كنت السبب في كده ساعتها بيحتاج أن أنا أفصل بيحتاج أن أنا وقف شلال اللوم اللي ممكن يكون نابع مني قبل ما يكون جاي من ورايا يبقى أول حاجة الترومة الأمر الثاني الديسؤوردر أن يحصل له الطراب معين وديك أبسط حاجة اللي منتشرة جدا بالنسبة 23% من الناس لو وقفت ميت شاب في الشارع في 23% منهم ممكن يعانوا من السوشال أنجزادي القلق الاجتماعي أنه بيشتغل في الشركة وبيشتغل كويس جدا بس ما عرفش يقعد في ميتنج يعرض اللي هو عمله أنه بيعمل حاجات كويسة بس ما عرفش يقولها قدام الناس أنه لما يجي المدير بتاعه يقلق منه وضربات قلبه تزيد وريقه وينشف ويحمر ويتلجلج ويتوتر هنا بيلاقي الحل السحري في حبايا الحل السحري ممكن يكون موجود في حاجة تقوله لا أنا جنبك تتقل قلبه تجمد أعصابه تخليه يقف في الميتنج ويعرف يتكلم التالتة والأكثر خطورة التشوه أنك لما تيجي تسأل مجموعة من الشباب أنت عايز تطلع إيه مش عارف يا ريت وقال مش عارف طبعا حضراتكم عارفين أن أول واحد مش على سطح الأمر الناس كلها عارفاه جوم في سنة 2019 وعملوا دراسة في أمريكية لطيفة جدا أشرفت عليها الجامعية الدولية العلم النفس عملوها على 300 طفل أمريكي وبريطاني وصيني حبيب قلبي تحب لما تجبر أعمارهم من 8 إلى 12 سنة تحب لما تجبر تبقى رائد فضاء زي فلان ولا تبقى يوتيوبر 98% من عينة الدراسة 98% من كل 100 من الأطفال 98% أقروا أنهم عايزين يبيوتيوبر هل يقع العصر الحديث اللي احنا عايشين وسبب اللي احنا بنسمعه العصر اللي احنا عايشين وإحنا اللي عايشين فيه فلو حاجة فيه غلط احنا اللي عاملنا احنا بنقول قدام الناس ان احنا متأثرين بيها بس احنا السبب فيها احنا اللي بنصنح احنا اللي ممكن نختار نسحة بدري أو نسهر طول الليل احنا اللي ممكن نختار نخش ونفتح الباب على أولادنا ونسألهم وانتباحهم هم عملوا ايه احنا اللي بنختار هنعمل ايه مع الولاد وهنسيبهم لوحدهم قد ايه اوه منتا في الاخر اللي اخترت حاجة بعيدة عن العصر اللي انت عايش فيه هتكون مختلف لوحدك فهتحس ان انت بعيد عن ده همش هتختار ده التكيف مختلف تماما عن التوافق التكيف ممكن يحصل غصب عني ممكن ما بقاش بقراتي التوافق قرار قرار مني ان انا توافق مع اللي بيحصل ان انا بقى موجود معاكوا في صهرة حلوة بس ما يقصرش ولغبة يومي طيب فيه تصورك لاختير الاطفال عشان بصراح حاجة ملفتة للنظر يعني فيه تصورك لان السبب في ده ايه هل مثلا هم شايفين ان ده فيه شهرة فهم عايزين الناس كلها تتفرج عليهم وعدد الفيوز بتاعتهم تزيد ولا محتاجين فلوس لان هم سيموا ان الحاجات يبتدخل فلوس الايدنتيتي ديستورشن اللي تكلمنا عنها في السبب التالت قلنا فيه تروما وديسوردر وديستورشن اخطر حاجة مش انك تلاقي حد عايز يطلع حاجة غلط لا اخطر حاجة انك تلاقي حد مش عارف هو عايز يطلع ايه وكتير من الناس يقول لي يا دكتور ابني عنيد وما بيسمعش الكلام وبيطلب مني دايما اقول له مبرر اللي انا عايزه اقول له ابنك مش محتاج انك تجيبه العيادة ولا تكشف عليه انك ده ممكن يكون اكتر حاجة هتطمنك عليه انه بيسأل انت عايز منه كده ليه جاوب انت باب المبرر اديه المبرر اللي هو عايز لكن لو لقيت ان انا بطلب منه حاجة بيعملها بكرة وبعده حد هتديه حاجة يفجر بيها مكان من غير ما يقوله انا هعمل كده ليه بيبقى عنده قابلية للاستهواء ببيبقاش عنده شخصية واضحة اي حد يقدر يحط في باله اي حاجة هو عايزها اي حد يقدر يدير مشاعره ويتحكم في افكاره ويتحكم في سلوكه كمان اللي ممكن يكون مؤذريه او للاحواليه فكرة الديستورشن ان انت توجه طاقة شباب في حاجة ايجابية هي كده كده هتتوجه وانت وحظك ده لو انت سبت الامور على غير ادارتك اما لو درتها الموضوع بيختلف تماما ممكن انا اوجهها واخليه طول الوقت بيحقق اسكور وتخيل عملية التربية كده كأنك ماشي في جيم والجيم بي لازم تحصل هنا على حاجة وبعدها على حاجة احنا نطينا ومحصلناش على ده بعد شوية هعاني من الفراغ النفسي ده فراغ نفسي احساس بالخواء تلاقيه بيقول انا مش عارف الا انا ممكن اكون بحس بيه بس انا مش حاسة اني مبسوط رغم عن ده كل حاجة او مش حاسة انا بحب ابويا وامي رغم ان هم مقصروش معايا في حاجة والقافة لو قرروا ان هم يجوزوه وطلعوا قرار لطيفة اوي يجوز الولد عشان يستقر وشافو له عروسة طب هو انا استقر نفسيا الاول واتجوز ولا اتجوز عشان استقر ده اللي خلى كل يوم الصبح في 240 حال الطلاق بتحصل مع شروق كل شمس في 240 واحدة بتاخد لقب مطلقة مع غياب كل شمس في 240 شاب بياخد لقب مطلق ليه لان جواز البنت عمره مكان سطرة واستقرار الولد عمره مكان في الجواز طيب ايه اخطر انواع الادمان عده وراي كل ما يصير اعتماد الشخص هو خطير بس خلاص يعني كله زي بعض اي حاجة بتضيع وقتك وتشتت مجهودك وتبدت طقتك وتأذيك صحيا وتأثر عليك نفسيا هي مؤزية بالنسبة لك وبالنسبة للي حواليك اللي بيحبوك يعني ادمان المخدر فضالي افرق زي ما بين الحاجة اللي استمتع بيها بطريقة بسيطة ومن غير موصل لمسألة الادمان لما نعرف ان العلاقة ما بين المتعة والسعادة علاقة غير طردية تماما هي علاقة عكسية يعني كل ما زادت متعتك كل ما قلت سعادتك غريبة شوي ما عليش خلي كلامنا كله غريب لا لا بأمانة والله يعني ازاي طيب شوف يا سيدي الحاجات المسيرة للمتعة بالنسبة لك هي حاجات وقتية يعني انا عايز استمتع دلوقتي بالاكل ده فهاخد الاكل ده اكله ده لا يصير السعادة سعادة وقتية؟ لا هي من السعادة السعادة حالة انت بتعيشها مش شعور انت عايشه دلوقتي الحالة دي بتبقى ممتدة كل ما يسير المتعة بيكون حسي غالبا وكل ما يسير السعادة هو غير حسي غالبا ازبوط اذا لو انا جيت اكل ومسكت نفسي ان انا هاكل بس مش هزود عشان ما تخنش ومتعبش ومحصل لش مشاكل انا بقيت سعيد يبقى لما قلت احساسي بالمتعة زاد احساسي بالسعادة اذا كل ما يسير عشان كده لازم نروح للمتخصصين لا مش لازم تروح احنا ممكن نجيلكم نورتنا دكتور عامل هارم شكرا لك شكرا لك نفسي والعلاج النفسي ومشكرك شكرا جزيلا انا كلها بديل معلماتنا وردنا العقل شرفت بيكم